الآن الوضع في المنطقة برمته حقيقة معقد جدا وجميع الدول لذلك أعربت عن قلقها وتخوفها وأغلقت المطارات ودخلت حالات الإنذار ليغرض أن تنتظر رد الفعل الإسرائيلي إسرائيل الآن لديها فسحة واسعة من العمليات التي ممكن أن تقوم بها حيث اعتبرت الآن إسرائيل بمركز المنتصر من هذه الحروب لأن إيران قامت بضربها في الداخل بالتالي الآن إسرائيل لا تريد أن تبقى بهذه الحالة باعتبار تنطي الطباع بأنها أيضا فقط في منظور الكلام وعذري في ذلك أن الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل في اجتماع دائم لغرض اتخاذ الخطوات المناسبة الضربات ستكون في العمق الإيراني ولكن نوعية ضربات نوعية كأن يكون اختيار أهداف نووية يعني إذا ما أخذنا مقارنة إيران لم تضرب هدف ستراتيجي واحد لا عسكري ولا سياسي ولا نووي في الداخل الإسرائيلي بينما إسرائيل ستتخذ ضربات مجعة في الداخل الإيراني عليه المنطقة قلقة من أن يتعقد هذا المشهد لأن هناك ولااءات هناك ميليشيات هناك مواقف هناك كانت فسحة من الأريحية بين أمريكا والعراق وبعض الدول حتى كانت هناك خطوات حقيقة ماضية قدما في التطبيع مع إسرائيل في التفهم هذه كلها توقفت في هذه الفترة بصراحة وأصبحت إعادة خارطة رسم خارطة جديدة للمنطقة تعتمد على ما تقوم به كل من إسرائيل وإيران والدول الأخرى في موقف رتفعل ليس متفرش فقط إنما حالة استنفار عسكري استنفار سياسي إنما تحاول أن تبعد لهيب الحرب عن بلدانها ترجمة نانسي قنقر